المحكمة الإدارية العليا النمساوية تقرر منح الحماية الثانوية لسيدتين أفغانيتين دون صفة اللجوء ويمكن قرار المحكمة الإدارية هنا استند بحكم أن دول نثاء أو دول سيدتين موجودين هنا في النمسا وبتطالب المحكمة الإدارية العليا أن ما يكونش ما يطبق على الرجال هو ما يطبق على النساء بحكم أن حكم طالبان بوعامل السيدات أو النساء بصورة وحشية جدا جدا نعم صراحة يعني هذا الخبر نحن حاولنا نستعرضه لأنه مهم جدا أنه قبل فترة طلع قرار بالمحكمة المحكمة الأوروبية العليا بتخص سيدة أيضا أفغانية بتقول يعني بقول الحكم تقريبا أنه يكفي للسيدة الأفغانية أن تثبت أنها يعني أن تكون سيدة وبالتالي تقول أنا متحدة من نظام طالبان وعندي مشكلة معه فتستحق تأخذ الإقامة يعني الإقامة إن كانت الإقامة اللجوء يعني فعليا ولكن الوزيرة الداخلية قال سنبقى ندرس كل حالة على حدة لا يوجد حالة جماعية لهذا بالتالي السيدتين الأفغانيتين اللي قدموا هذا الطعم أنه كان عندهم إقامة مؤقتة وعم بيبدون يحصلوا على الإقامة الدائمة وعلى يبدو المحكمة يعني المحكمة الإدارية العليا المساوية اللي هي الدستورية فعليا كمان لصالح كانت قدموني حد كل منها حالة فرعية لكن لم يتم منح أي منهما صفة اللجوء واستانفت سيدة الحكم ولكن محكمة الإدارية المساوية رفضت استئنافهما يعني أنه الحكم أنه الإقامة المؤقتة كافية الإقامة المؤقتة كافية أكثر من ذلك لا تستحقوا لستم متهدين سياسيا أنتم متهدين بناء أن يعني على الحالة الإنسانية أو الحالة الاجتماعية موضوع أنه سيدات وبيطالبان بيقمعوا المرأة أو هذا الكلام يعني فبالتالي هذا القرار بصراحة أنه إحنا كيف بدنا نقرأه؟ نقرأه بطريقة أنه فعليا النمسا مصرّة وماشية بسياسة تشديد سياسة اللجوء تحت أي ظرف من الظروف استغلال أدق الفرص وعدم يعني منح طالبي اللجوء الكامل أو الرفض أو ما إلى ذلك فبالتالي هذا الكلام ينعكس على السورة يعني صورة كويسة أن دراسة الحالة كلا على حدى أعتقد أن ده خطوة تحترم لأن الناس كلها مش زي بعض الحالات مختلفة من شخص الآخر صحي صحي أتفق أتفق معك بصراحة أتفق بعك يعني أعتقد أن ضروري دراسة كل حالة على حدى بما فيها أشياء السوري أشياء السوري أصبح اليوم يعني واضح خلينا نقول يعني واضح في مناطق معينة حرب ما في حرب صراحة الكل مستسلم يعني إن كان النظام مستسلم وإن كانت المعارضة هي فعليا بحالة استسلامية بحكم أنها مسيطرة عليها من 2011 فبالتالي يعني كل فئة لجأت إلى فئتها أو لجأت إلى مجموعتها فمع الأسف الشديد يعني اليوم يعني حالة الصراع والحالة الثورية التي كانت قبل سنوات حالية فعليا انتهت على الأقل صراحة على الأقل من 2018-2019 في هدوء انتهى الأمر يعني فعليا منذ وقتها هلا في هدوء وبالتالي من الطبيعي أن يمنح السوري إقامة سنوية أو يمنح فعليا الإقامة المؤقتة الإقامة المؤقتة بحسن الحالات نعم